ايه الاجراءات المطلوبة منك قبل السفر الى الامارات للعمل? ما فيش حاجة بتبقى مطلوبة غير اجراءات التأشيرة. يعني دخولها التذكار هيبعتولك التذكارة لو هم هيبعتولك او انت تحجزها. اذن دخول صلاحيته ستين يوم تطبعه وتسافر به. ولما توصل الامارات ان شاء الله بتعمل كشف طبي والاقامة وخلاص مبروك. في بعض الوظائف بيعملوا الكشف في مصر بس دي الوظائف معينة. ولكن اغلب الاشخاص بيكون الطلب عليهم في هذا الاساس ان بيكون الكشف الطبي في الامارات. عدد الكشف الطبي وعملنا عليه فيديوهات بيبقى على بعض الامراض زي الامراض الفيروسية والاقدران الادزي وهذه المواضيع بما بيدخلهمش البلاد على الاطلاق. في موقع رسمي بتقدر تعرف منه حالة الفيزا اذا كانت صحيحة ولا لا اعتقد من وزارة الموارد البشرية او مش فاكر بالزلط او مش متذاكر وممكن توصلوا كذلك بيطلبوا الحالة من التجنيد. وربنا وفقك وكتب لك كل خير بازن الله. كتبونا في التعليقات لو حد عنده امر اخر اهتم بيه قبل السفر لالامارات. وربنا وعاك ويوفقك لكل خير بازن الله.